زنة تعز من الدرش في الراحة عادة الإعمار من الدرش في الراحة عايشين بمناصب سرخ نهب فساد لا رواتب لا حياة لا إعمار لا خدمات فاضى بهم الكيلو فخرجوا إلى الشوارع لتزديد سهام احتجاجهم ضد الجميع هؤلاء هم أبناء تعز وقرحهم الذين خرقوا اليوم ويطالبون السلطة المحلية باسترداد حقوقهم المسلومة منهم أقول لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة التعالف الحربي إلى من لا ستستمرون في أكل هذه الشجرة المحرمة اليمن لقد باتت لعانة البسطات تطاردكم عاد الناس إلى الشارع الذي بات خلاص من لا خلاص له وميدان الاحتجاج ومركز سلطة الشعب خرجوا في تعز مطالبين بإقالة الفاسدين من السلطة المحلية وتحسين الخدمات وإنهاء المحاصصة الحزبية التي أكلت أفئدتهم وروح مدينتهم ولم يبق لهم فيها إلا العذابات وصوت أيو هناك محافظ مغترب غائب ترك محافظة تعز بلا قيادة وبلا إدارة الشوارع غير نظيفة الموظفين بلا رواتب الفساد مستشري المحاصصة منتشرة داخل تعز خمس سنوات تفاقمت فيها أوجاع تعز ومعاناتها وتردت الأوضاع المعيشية والصحية نتيجة انقطاع الرواتب وإهمال الشرعية والسلطات المحلية لواجبتها تجاه المدينة غرقت المدينة في صراعات حزبية وسياسية منذ أربع سنوات حالت دون استكمال تحريرها أو فك الحصار المضروب عليها ناهيك عن صراع الأخوة الأعداء الذي حول شوارع المدينة إلى مربعات للفوضة الأمنية ملف الجرحة وهو أبرز الملفات الشائكة بتعز أكثرها تعقيدا بات محط سخط كبيرا على قيادة السلطة المحلية التي تتجاهل معاناة طال عمدها فتحول جراح العديد منهم إلى إعاقات دائمة الأحزاب ما برامجها؟ برامجها اليوم الأحزاب ضد المواطن برامجها للقيوب فقط هذه برامجها ولا إيش برامجها؟ مفروض الأحزاب تكون في المقدمة لتدفع عن حقوق المواطنين تكون في المقدمة لتدفع عن حقوقهم نحن نقوق أن نالهم عشرين الألف مرة أنين المواطن في الشارع سيتحول إلى زائر سيكتثهم تماما من داخل من داخل تعز هذه تعز مش أي مدينة أخرى هذه تعز تكاد تعز تكون صورة مكثفة لسوء إدارة الشرعية لملفاتها في البلد فهذه المدينة التي تاهت في لجة الصراعات السياسية والأجنتة الخارجية لا تبحث عن خلاص من سوء مسؤولها فحسب بل تحاول أيضا إعادة الاعتبار للمواطنين بعد أن ظلوا خارج حسابات السلطة طوال سنوات الحرب